في تعريدة على تويتر الرئيس الجمهورية يهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة تعافي المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا ويعزي أسر ضحايا الفيروس في الداخل والخارج وزير الصيد والاقتصاد البحري يطلع في نواديب على وضعية المخزون سمك في إطار المساهمة الطوعية للفاعلين بالقطاع في تخفيف الآثار المحتملة لفيروس كورونا الحرس الوطني مبثلا في تجمع سرايا حفظ النظام والقتال رقم 2 بالعصاب يسهر على تأمين الشريط الحدودي الفاصل بين ولايتي العصاب والحوض الغربي مع الجارة المالي أينما كنتم مشاهدين الكرام حياكم الله أهلا بكم لا تفاصيل نشرة الثامنة من القناة الموريتانية والتي ترافقني فيها بلغة رشارة زميرة عشامت علي وجه رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني التهنئة إلى الشعب الموريتاني بمناسبة تعافي المواطنين الموريتانيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا منبها إلى أن ذلك تم بفضل الله وفضل شهود المواطنين ومذكرا بأن بؤر المرض ما زالت مشتعلة حول العالم مما يستدعي من الجميع اليقظة والتزام التعليمات بما يترتب على ذلك من تضحيات والتزامات أهنئكم جميعا بمناسبة تعافي مواطنين العزاء الذين تعرضوا لفيروس كوفيد-19 تم ذلك بفضل الله أولا ثم بفضل شهودكم لكن يجب أن لا نسى أن بؤر هذا الداء العضال ما زالت مشتعلة في جميع أنحاء العالم لذا يتوجب علينا أن نبقى يقضين وأن نلتزم بالتعليمات مع ما يترتب على ذلك من تضحية وإكرهات كما وجه رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني التعزية لأسر مواطنين الذين راحوا ضحية وباء فيروس كورونا في الداخل والخارج وتمنيا الشفاء العاجل للمواطنين الذين ما زالوا يخضعون للعلاج في الخارج تعازين القلبية لأسر مواطنين العزاء في الداخل وفي الخارج الذين راحوا ضحية هذا الوباء الفتاك وتمنياتنا بالشفاء العاجل للذين منهم ما زالوا يخضعون للعلاج في الخارج أدى وزير السيد والاقتصاد البحري رفقة والي داخرة نواديب صباح اليوم سيارة تفقد والطناع لعدد من نقاط تجميع الأسماك على مستوى العاصمة الاقتصادية وأتعلق الأمر بالمخزون المقدم في إطار المساهمة الطوعية للفاعلين في قطاع الصيد ضمن المشهود الوطني الرامي إلى تخفيف الآثار المحتملة لوباء فيروس كورونا تلبية لنداء رئيس الجمهورية من أجل وضع لمسات الأخيرة على انطلاق عملية المساهمة الوطنية للفاعلين في قطاع الصيد في المشهود الوطني الرامي إلى تخفيف الآثار المحتملة لفيروس كورونا أدى وزير السيد والاقتصاد البحري سيد الناني والاشروق رفقة والداخرة نواديب سيد محمد الأحمد سالم المحمد رارة وسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين زيارات ميدانية لبعض مصانع التخزين والمعالجة التي تحتوي على كميات معتبرة من المخزون الموجه لدعم الفئات الأكثر احتياجا في جميع أنحاء الوطن تطبيقا للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الآثار الاجتماعية لجائحة كورونا وقد تعرف سيد الوزير في عين المكان على مختلف الإجراءات المتخذة من قبل أصحاب المصانع والسفن من أجل توفير المخزون وآليات نقله إلى الداخل في إطار التنسيق مع الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك وتشمل هذه العملية توزيع عشرة ألاف طن من الأسماك وذلك بمعدل سبعة ألاف طن يتعهد بها الفاعلون الاقتصاديون فين واذيبو وثلاثة ألاف طن مقدمة من قبل نظرائهم في العاصمة واكشوت ساهمت هذه الاتحادية بتجميد وتعليب وتجهيز هذه العشرة ألاف طن في مصانعها تيتم تصديرها من مدينة نواذيبو عن طريق هذه المصانع ومستعدين نساهموا بكامل اللي منشانوا لأنه يرفع من مستوى المعيشة في بلدنا وحد من انتشار هذه الجائحة لبين هذا النتاع يتمثل هذا بتجميع كمية من الأسماك تمثل عشرة ألاف طن وهي اللي جاء في إطارها وزير الصيد هنا في بداية انطلاقتها من مدينة نواذيبو وكانت الحمد لله جهود ماسين عنها مساعدة وفي مباني ولاية داخل تنواذيبو عقد وزير الصيد والاقتصادي البحري اجتماعا مع الفاعلين الاقتصاديين في مجال الصيد وشكرهم على الروح الوطنية وإسهامهم في هذا المجهود الوطني جيت من أجل الاطلاع على مدى تقدم تعاهد فاعلين القطاع في قطاع الصيد والاقتصاد البحري ومشاركتهم في المخزون القدائي من الأسماك تلبية لنداء ضخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزوان وقد اطلعت على المخازن كلها لله الحمد المخزون فاتح صال منه قدر معتبر ولا أخر والعمل ما زال جاري هي وننتهز هذه الفرصة من أجل أن نشكر كافة الفاعلين في قطاع الصيد والاقتصاد البحري ومن المقرر أن تطلق يوم قد بمدينة واذبو عملية إرسال الكميات المرصودة في إطار المخزون الوطني من الأسماك إلى جميع ولايات الوطن وعطفا على تغريدات رئيس الجمهورية حيث جاءت هذه التغريدات على خلفية إعلان خلو بلادنا من فيروس كورونا لكنها تهنئ مقرون بالتنبيه والتذكير بأن بؤر الفيروس ما تزال مشتعل حول العالم قراءة في حصيلة معركة بلادنا مع فيروس كوفي 19 في الورقة التالية بلاد خالية من أي حال حالة كورونا فيروس الليلة أن ننتصر في معركة فذاك مدعاة فخر واعتزاز لكنه لا يعني أن الحرب وضع توزارها وانقشع وارها بل أزفت ساعة الأخذ بأشراطها وجمع عدتها وعتادها ولأنه نصر صبر ومثابرة واحتياط جاءت التهنئة من رئيس الجمهورية مقرنة بالتنبيه والتذكير بأن بؤر الفيروس ما تزال مشتعلة حول العالم إن هي إلا جولة كان النصر حليفنا بفضل الله وتوفيقه وكانت الحيطة والحذر وسائر وساليب الوقاية سلاحنا الأمضى لقهر العدو وحصننا الأمنع لصده وإخراشه من أرضنا مذموما مدحورا خمسة أسابع إلى قليل منذ ظهور أول إصابة في بلادنا سجلت المصالح الصحية خلالها سبع إصابات حملها الوافدون جوا ونهرا من الله على ست منها بالشفاء وودعنا السابعة إلى رحمة الله لكن الفيروس الذي أثخن العالم ونشر الرعب والفزع والموت الزؤام ما زال يحوم حول الحمى ويتربص من الحدود طريقا أبواب الوطن عبر المتسللين خفية والمستهزئين بالإجراءات الاحترازية الغافلين عن مكامل الخطر المعرضين عن أسباب النجاة وسبول السلامة اليوم فيروس كورونا بات خارج الوطن وقد خلت منه البلاد وشفي العباد لكنه هناك يتربص بنا الدوائر إنما يممنا وجوهنا خارج القدود عن اليمين وعن الشمال شرقا وغربا وعلى مقربة من ضفاف الجنوب ومشارف مفازات الشمال هناك يفتك الفيروس المستجد ويحصد الضحايا ولا من جات إلا ببقائه خارج الحدود لذلك يستمر حماة الديار وحراس المضارب في خنادقهم يرقبون خلف الماء والهضاب وبين الأخصان والتلال صدا لحملة الفيروس القادمين من خلف غيوم التوجس وبؤر الوباء لعل وعسى أن يبقى البلد حرما أمانا لأهله والمقيمين فيه وهو ما لا سبيل إلى الحفاظ عليه إلا بتخندقنا جميعا كل في مكمنه ومأمنه إما خلف كننته صدا لسبيل الخطر أو في الشارع حماية وحراسة للأمن أو في البيوت محاصرة للفيروس ومنعا لنقله وتنقله صحيح أن طعم النصر عذب المذاق لكن الانتكاسة لا قدر الله مذاقها عذاب فمن تصرنا في هذه الجولة وقهرنا الفيروس الأبدار الذي اشتاح دولا عظمى وشعوبا متقدمة وما زال يفتك بها فما استطاعوا له صرفا ولا عليه نصرا إلا باحتياطنا وأسباب حذرنا استلم مستشار الوزير الأول مكلف بالشؤون الاجتماعية رفقة بسرين بوزارة الصحة الصباح اليوم بمقاطعة تفرقزينة معدات طبية ومستلزمات لنظافة من طرف مؤسسة البركة الخيرية الدولية كمساهمة منها في المجهود الوطني لمكافحة وباء كوفيد 19 مؤسسة البركة الخيرية الناشطة في العمل الإنساني تقدم معدات طبية ومستلزمات للنظافة والتعقيم وذلك من أجل المساهمة في المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد مستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية الدكتور باءام باتيه أوضح أن هذا العون سيعزز من جهود الحكومة التي تبدلها من أجل تحقيق الانتصار على الوبع كما أنه سيساعد السلطات الصحية في تقوية مجهوداتها في سبيل القضايا على الفيروس في هذا السياق عبر رئيس المشاريع الإنسانية بمؤسسة البركة الدولية السيد بلالي سي عن سعادة مؤسسته بالمساهمة في المجهود الوطني الرامي إلى منع انتشار فيروس كوفيد-19 في البلاد منبها إلى أن المؤسسة ستنخلط في هذه المعركة من خلال تقديم المساعدات في الوقت المناسب وتأتي هذه المساعدات ضمن مساهمات أخرى قدمتها بعض الهيئات والمؤسسات من أجل العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة الموريتانية للقضايا على الفيروس والحد من تداعياته يلعب الحرس الوطني دورا بارزا في جهود تأمين الحدود الموريتانية من أي تسلل حيث كلف هذا القطاع حيث كلف هذا القطاع تجمع سرايا حفظ النظام والقتال رقم اثنين بالعصابة بتأمين شريط حدودي يمتد على طول أكثر من مائتين وثمانين كيلومتر فريق من الموريتانية زار بعض الوحدات المرابطة قرب الفلانية في الحدود الموريتانية المالية وأعدى التقريرات تانية حوار القادة في الميدان تجلم من تجليات العمل دون كللن لضبط شريط حدودي يضاهي مائتين وثمانين كيلومتر يمتد من مشارف الفلانية في ولاية الحوض الغربي إلى حراجات هلمادو بمركز هامد الإداري في ولاية العصابة ويكلف تجمع سرايا حفظ النظام والقتال رقم اثنين بالعصابة التابع للحرس الوطني بضبطه وتأمينه من أي تسلل جهود مكنت من ضبط محجوزات كثيرة من بينها السيارات والدراجات النارية والأسلحة والبضائع المختلفة في برهنة ساطعة أن لا مجال لعبور حدودنا في هذا الظرف الحساس هذه الحدود الموريتانية المالية وفي المشهد قوات الحرس الوطني تراقب المشهد وتساهم في ضبط الحدود بإخلاص وكبرياء لقناة الموريتانية محمد البلال من قرية تيشط التابعة لمركز الطويل الإداري ونبقى في بلدية الفلانية التابعة لمقاطعة كوباني حيث يتأغلم سكان هذه المنطقة الحدودية مع الإشراءات الاحترازية ضد انتشار وباء كورونا سكان هذه البلدية ثمنوا إجراءات الدولة وطلبوا بالمسيد من التركيز على تطبيق قرار أغلاق الحدود خاصة بين الفلانية وجمهورية مالي بلدية الفلانية تعتبر من أهم المنافذ المفتوحة على مصراعيها بين بلادنا وجمهورية مالي الشقيقة التي تحدها من الناحية الجنوبية على شريط حدودي يمتد ثلاثين كيلومترا تقريبا على اليابسة وهو الموقع الذي جعل منها بوابة تحتاج في ظرف الحالي إلى يقضة سكانها المحليين حالا في الفلانية أصمة بلدية الفلانية وعالمين قطعا بذلك المرض هذا المرض من الساعة اللي جانا بالنسبة لبلدية وليسمع لها وليتبع لها ما هي باخلة في الشيء من قضية الحدود إنها تقفر الحدود ما هي علمة بحد قط خاطر علمة به ما تقبلوا يقسموا لي ولا هي علمة بحد قط تقريبا علمة به تسمح له فيه أبدا ولو أولادها هي على مساحتها التي تقدر بمائة وعشرين كيلومتر مربع تتوزع فيها ثنتان وستون قرية يعيش ساكنوها اليوم حالة استثنائية بعد ظهور فيروس كورونا في البلد المجاور جرانا ما تلاوجونهم ما شفناهم ما قط شفناهم ولا قط يعقلنا لهم ولا قطوا مولي جاوهم أبدا ما قطوا جاوهم نحن نقشروا ما عندهم كنا وكنا ما تلاوجون ما تلاوجونهم حتى دراجة ما تشوفوا ما هو لهج أخوك شقيقك والأبوك والأمك ما بلغنا عنهم بيلي ما خلوه يدخلهم ما قاعوا لا والخال والله والعم ما هبس حد كامل في ذلك الطرف نحن مجنبين وإجراءات القمص الدولة شاكلين هاليا وإجراءات جيدة كانت وفقتها وذكية جابتها وهنا دي المدينة اللي احنا فيها تبلغ قاعبشي ما وخالق ما هي قابلة رقاش يدخلها أولادها بمحجرة واني نولع قايله ومنحو وحجرة حالا من الحجر ما هي قابلة هد يدخلها أسمعتهم والحدود شوفنا في فرق الأمنية وما اللي تعدل فرق على كل وجه الحمد لله بين مخاوف المواطنين من الإصابة وحرص السلطات على الوقاية يبقى المتسلل من هذه الحدود معرضا أكثر من غيره للتهمة بنقل العدوى عبر سكان بلدية الفلانية عن استعدادهم للتعاون مع السلطات الأمنية والإدارية لصد كل المتسللين والوقوف ضد الوافدين إلى أرض الوطن عبر هذه البوابة شاء ذلك خلال لقاءات أجرتها معهم بعثة قناة الموريتانية التي تشوب ولاية الحوض الغربي هذه الأيام شاكرين التلفز الوطنية على هذا الدور القايمة به الدور الكبير اللي لا يقل أهمية عن دور قواتنا المسلحة وقوات أمنا والله هذه المنطقة إن قالها منطقة بلدية الفلانية تابعة لمقاطعة كوباني ولاية الحوض الغربي والحمد لله نتيجة جهود قواتنا المسلحة وقوات أمنا نقدروا لا نقولوا على أن الحدود تم ضبطها مية في المية ما فم مانع على أن يقل نعود فم متسلل والله ثنين والله لا هذا لا مانع نقول ما نقدرون نجزموا على أن نفم ضبط تام يقير بعد هم بعد ما نباخنيش جزاهم الله خيرا والتالي من الأخبار مجدنا التلفزة ووجودها معانا ومواكبتنا مواكبتنا هذا الحدث هذا يذكر في الشكر بضعنا السيارة من أحد أفرات البلدة وعدلنا جولة على كل المناطق اللي نعرف عنها فيها فيها السكان كذابة السكانية أكثر وعطيناهم توصيات ثلاثة رسالة من وزارة الصحة رسالة من وزارة الدفاع ورسالة من وزارة الشؤون الاجتماعية مضمونهم عنه أن أولا ثقافة صحية في الأسرة وزارة الدفاع أنها طالبة من المواطنين هنا أنهم لا شافوا حد داخل من الدولة المالية اللي جارتنا أنهم يبلغوا به ذلك الرسالة وصلناها الرسالة الثالثة اللي جاية من وزارة الشؤون الاجتماعية عن كل أم أم أسرة والله أب أسرة أن يحافظ على شاشرته كما ينبغي ضد هذا هذا الوباء من يوم اسمعنا بالمرض اللي راجعين مولانا يحوش فيها عن بلادنا وبيلاد المؤمنين ونسلمين عبئتنا حكومتنا وبلديتنا ما يدخل حد ولا يدخل حد هنا ولا يدخل حد وعاسي وأرواق إجناه مالي نحجزوا له سكنوا له نقالهم يسكنوا في حيوانهم منمي شونا الحرس وشونا جندرميري كامل الدرك هذا كامل الليرو قايم دورو قايم دورو لا يخلو شيوخا ما قط معنا ما يجي حد يسوه منه وقلتك ولو خو رقاش يقولوني نيجي يبلغ به ولو قلتك أنا اللي نتكلم معاك هنا وعنو مساكم قرية واحدة رابين الله معايز اللهم نيجي وبلغنا مراعي بغيرك بحج الصحيب كوباني السلطات مشتاقلين فتبارك الله ولا يخش لحد ومشتاقلين الليل ونهار ولا يقعدوا السماعة ومقفول مشتاقلين بعلنهم نوقف الحدود ما يقلوا حد يخش ولا يتخل لا يصنادر الله مشتاقلين حق في كل بلايدة من مناطق الفلانية مشتاقلين في الحدود ما يقطع حد ماشي ولا يجاء والفلانية كلها قاعدة بيته ما يحرك كل ما يشري يشري صارت تنضم إلينا شبكة مراسلين في أولاياتنا الداخلية حيث ينضم إلينا من برادية الفلانية مختار بابا والأحمد ومن مقاطعة الفلانية بالحوض الغربي مختار بابا والأحمد ومن مقاطعة مقامة بولاة قرقل محمد والأعمار باللول وأبدأ مع مختار بابا والأحمد مختار بابا مساء خير مختار بابا سلكتم اليوم طريقا امتد من تام شكط إلى بلدية الفلانية كيف كانت مشاهداتكم على طول هذا الطريق وماذا راستتم في الفلانية التي توجدون فيها الآن شكرا جزيلا كما ذكرت أنفا نحن هذه الليلة نطل عليكم من نقطة حدودية أخرى تعلق الأمر ببلدية الفلانية التي تبعد من هنا نحن بهذه اللحظة نبعد عشرة كيلو مترات فقط من الحدود المالية وصلنا هذه المدينة ضمن جولتنا التفقدية صحة تعبير بين الأحياء والمدن بين البلديات والمقاطعات في ولاية الحوض الغربي وصلنا زوالا بعد رحلة طويلة جبنا فيها العديد من الأحياء لاحظنا خلوا مطلقا لحركية السيارات بين النقاط التفتيش التي مررنا بها وصلنا هنا زوالا لاحظنا جواء تختلف كثيرا تماما عن الأجواء التي عهدناها في هذه البلدية عهدنا هنا قبل فترة نجد السوق بمفهومه التقليدي السوق هنا نجد حركية تجارية ملحوظة بين سكان هذه الأحياء المتباعدة في هذه المنطقة وهنا هذه البلدية تحديدا تتبع لها حوالي اثنتين وستين قرية كانوا يجتمعون هنا أسبوعيا فيما بات يعرف بالسوق وهو اسم محلي وهو السوق حضريا بمفهوم السوق الحضري لا يوجد هنا سوق نشط بهذا الأسلوب نظرا لاستثنائية الوضعية حاليا على مستوى هذه المدينة السكان التقنا بهم في نقاط عديدة من هذه البلدية سألناهم عن الإجراءات التي تم اتخاذها وعن مدى تجاوبهم مع هذه الإجراءات ثمنوا كل ما اتخذته الدولة ونوهوا بارتياح تام نتائج الإجابية لتحققتها موريتانيا بفضل تضافر جهود جميع الهيئات سلطة سلطات الإدارية والجهوية والأمنية والصحية أكدوا لنا مجددا ضورة التركيز على الحدود ورقابتها وهنا أيضا قمنا بزيارة ميدانية للوحدات الأمنية المرابطة في هذا الحدود وهنا تقريبا تقدر الشريط بثلاثي كيلومتر قناة الموريتانية رصدنا جانبا من هذه الجهود خاصة القطاع المخاصص لحرص الوطني وقد تابعتم تقريبا عكس جزءا من تلك التضحيات التي يبدلها بواسل المخلصين حفاظا على حوزتنا الترابية وعلى المواطن على العموم كل شيء هنا عادي في ظرف غير عادي مختار باب أول أحمد حدثنا من بلدية الفلانية بولاية الحوض الغربي شكرا جزيلا لك الفلانية بلدية بالحوض الغربي تشترك في الحدود مع شمهورية مالي وهو ما يطرح على المسؤولين فيها مهام شسيمة تتمثل في المساهمة بصفة فعالة في مساعدة السلطات الأمرية على إحكام أغلاق هذا الجزء من الحدود وللوقوف على الأدوار التي تساهم بها ساكنة هذه البلدية في هذا الإطار نستضيف لكم مباشرة من الفلانية العمدة المساعدة لبلدية الفلانية العمدة وكالتنا السيد محمد ولابو العبد السلام إذن تأبى مقاطعة مقامة سنعود للعمدة في حال جهوز في حال يكون جاهز معنا لنربط به الاتصال من بلدية الفلانية نعود إلى عمدة بلدية الفلانية العمدة المساعدة السيد محمد ولابو العبد السلام العمدة وكالتا أهلا وسهلا بكم سيد العمدة سيد العمدة يبدو أننا لم نتمكن من سماع صوت العمدة عمدة بلدية الفلانية السنعود إليه خلال هذه النشرة ننتقل إلى ولاية غورغل حيث تأبى مقاطعة مقامة تابعة لولاية غورغل إلا أن تدري بدلوها في الحرب على فيروس كورونا تقوب السلطات الإدارية بعمليات تحسيس المواطنين بخطورة الفيروس وقد لقت الإجراءات الوقائية تفاعلا كبيرا من المواطنين رغم تأثيراتها عليهم بمساحة تقدر ب2360 كم مربع وتعداد سكاني يتجاوز 80 ألف نسمة تتصدى مدينة مقامة لفيروس كورونا المستجد حيث لا تبعد عن إجارة السنغال إلا قليلا سوق مقاطعة مقامة خلية نحل لا تتوقف فيها نبض الحياة عملية البيع والشراء مستمرة تحت تأثير إجراءات كورونا تساق المواشي إلى حيث تكون رابحة أمر ربح الحقيقي في نظر الساكنة فهو طرد فيروس كورونا من البلاد وسط تثمين لما تحقق حتى اللحوة الحالة العامة للصحة بالمقاطعة تبدو على ما يرعم ووضع حد للتسلل بتكاتف جهود السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية والبواطنين بغية هزيمة فيروس لا يرى بالعين المجرد وعودته خالي الوفاض محمد عمر بن لول الموريتانية من مدينة مقامة وبالعودة مجددا إلى بلدية الفلانية حيث ينضم إلينا من هناك العمدة المساعدة عد العمدة وكالتنا السيد محمد لابو العبد السلام سيد العمدة مسار خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام سيد العمدة بداية كيف تساهمون في مد يد العون للسلطات الأمنية على مستوى البلدية لضمان إحكام إغلاق الحدود التي تشترك فيها بلديتكم مع الجارة مالي شكرا جزيلا السلطات الإدارية قائمة بدورها مناسبة بلدية الفلانية ونقطة الحدودية وشاكرين ومشاكرين التلفزة الموريتانية على حضورها فينا وعلى مقابلتها معنا وأمور بخير فتبارك الله وتجري بخير الحمد لله وتحت شفافية والعافية الحمد لله ومبشر المواطنين الموريتاني عنهم اليوم الحمد لله في نعمة ونعمتين من ذا الوباء اللي ذا هو ونكرس عنه الوقاية منه اللا سابق دخوله وسابق حضوره في الموريتانيين كافة وجميعا ونطلب منهم مثلا الصهر كما كانوا معدلين والسلطات الإدارية نشكرها على حضورها ونشكرها على قيامها ذا المعادلة والبلدية قائمة بدورها في وقت وفي لحظة مناسبة أنه مساعدة بلدية الفلانية نشكر الشباب ونشكر النساء تقويمهم لذا الوباء اللي ذا هو العزلة منه والابتعاد منه والنظافة منه والشباب الحمد لله العاب دوره على كمل الوجه تحت رئاسة عمدة المساعدة بلدية الفلانية سيد العمدة بداية سيد العمدة ما هي الأوضاع بالصفة عامة على مستوى بلدية الفلانية الأوضاع الشفافة الحمد لله على مدنية الفلانية وتجري بخير الحمد لله على ما يرام والناس الحمد لله الوباء قابلة منه حذر وقابلة منه بعد وشاكر الدولة على تغفرها لأمن وتغفرها لمرور النقاط الحدودية والسلطات الحمد لله ذاك العمل قايمة به ودورها قايمة به ما عندي لها معه التشكور إذن السيد محمد لابو العبد السلام العمدة المساعدة بلدية الفلانية العمدة وكالة كنتم معنا بلدية الفلانية شكرا شزيلا لكم ومن بلدية الفلانية بالحوض الغربي نعود إلى ولاة غورغول حيث سجلت كاميرا الموريتانية عينت من رأي المواطنين في مقاطعة مقامة حيث أكدوا مضيهم في المساهمة الفعالة في تطبيق الخطة المرسومة لتفادي انتشار وباء كورونا في بلادنا يلأدل الأول يلتو يأدل لأن هذا الشكل من المراد لن يجيل اسمه ويجيل الناس يلتا لا تنظر الطريق والناس كاملة يلتا لكن يتحاف ولا رأس قال نحن قال مضيئنا خاصة هذه المقاطعة مضيئنا حتى قال لا الحدود هي مضيئنا قال ما شاء الله تبارك الله أخبرها تقفلها الطريق ما شاء الله شاكرنا لها الرئيس زين عندنا حتى يلي من ما هي يقفل عنا يلقفل قد نجبره شي ما وهذا وحامد الملان وكشاكرينه لها هذا اللي أعد الحمد لله ها باقي فينا يكون الناس ضعاف وشي ذاني ما هو باقي فينا ما شاء الله الحمد لله المار ما فتنا بعد جبالنا حده في المار ما فتنا حده في المار والله حسنا بهم الناس تبارك الله الله وقامنا بعد من آله أمل كامل كلهم صابوا كلهم أس ورماس مثال الله ست ما هيبقى ما هيبقى حد ماشي ما نحكب عملنا اللي عادي كامل اسمعك فستقابي عاد فيها قل التحركات وعادي عمل ضعيف على المقاطعة ومن مقاطعة مقام ينضم لنا موفدنا محمد والعمر بلول محمد والعمر بلول ينضم إلينا من مقاطعة مقامة بولاة قرغل محمد ما الشديد رديك على مستوى مقاطعة مقامة طبعا بعد مساء الخير نعم 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 ولتقاند ثمن هذه العملية داعيا المجتمع المدني بالولاية للمساهمة بفعالية في تأطير الحملة الهادفة لومكافحة تفشي فيروس كورونا في بلادنا شكر هيئة الخليفة بالعمل الصحي والتكافل والتنمية المستدامة على استجابتها لنداء رئيس الجمهورية من خلال هذا الدعم السخي اللي لا يتقدموا إلى 500 أسر في بلدية تشكجة في طبيعة الحال هذه الأسر تم اختيارها حسب هذه الهيئة على المعايير اللي طلب رئيس الجمهورية على أنها تندار قدام أعيوننا كاملين وهو معيار الأسر اللي عائلتها النساء ومعيار العوز ومعيار الإعاقة وراجعين أعلن المجتمع وولاية تقانت يحضر حد هذه الهيئة الهيئة ويمديدوا في هذه الأوقات الصعبة للأسر الفقيرة ومن ولاية تقانت ومن ولاية تقانت نعود مرة أخرى إلى ولاية قرقل وتحديدا مقاطعة مقامة حيث ينضم إلينا من هناك محمد والأعمر بلول محمد طبعا بعد مساء الخير ما الجديد لديك على مستوى مقاطعة مقامة؟ نعم كما أسلفت الجديد على مستوى مقاطعة مقامة هو الحديث عن الحجر الصحي وما يوجد فيه خاصة وأن مقاطعة مقامة تحديدا مدينة مقامة لا يوجد فيها إلى أربعة حالات في الحجر الصحي باتت قابقوا سيني أو أدنى من أن تخرج من الحجر الصحي بعد أن يتم الكشف عليها وتكون إن شاء الله نتائج سلبة مقاطعة مقامة متراملية الأطراف وهي لا تبتعد إلا ثمانية عشر كيلومترا من الحدود السنغالية غريبة هناك أعين من الجيش الساهرة ومن القوات الأمنية وكذلك الإدارة المحلية التي تأخذ على عاتقها مهمة إيصال عمليات التحسيس والبحث عن أي متسلل أو من يخترق حضرة تجوالها إذن المقاطعة بصورة عامة هي صورة مصقرة لموريتانيا التي ستعلن إن شاء الله قريبا عن خلوها نهائيا وانتصارها على فيروس كورونا المستجد محمد والأعمر بلول وموفد الموريتانية إلى ولاة غورغول وقيدماقة حدثنا من مقاطعة مقامة شكرا 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 لك يشهد مركز بولانوار الإدارية تابع لمقاطعة وذب حراكا ملحوظا في مشاريع تعسيس إجراءات الوقاة من فيروس كورونا المستجد يتعلق الأمن بتنظيم حملات للتحسيس والتوعية وكذا توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر فقرا في إطار خطة السلطات لمواجهة تبعات مجابهة هذا الوباء ومنع انتشاره في بلادنا مركز بولانوار الإداري التابع لمقاطعة وذب يدخل على خطى حملات التحسيس والتعبئة حول الوقاية من جائحة كورونا مبادرة شبابية تقوم بالتوعية حول مخاطر الوباء وطرق انتشاره وكيفية توخي الحذري منه داخل البلدية الريفية بالنسبة نحن الشباب قائمين بالدور نحسوا المواطن على مخلفاته ونحسوا هنا ندخلوا على الديار ونجوهم ونعطوهم كيفية لي يقدوا يتحشاوا بالصقل تليدين ونلافه هذا الدور اللي تقوم به هذه جمعة كترة الشباب دور مهم وهو التوعية والتحسيس حول حطوط هذا الوباء جائحة الكورونا اللي هزت العالم وموازة لذلك تعكم بلدية بولانوار بتوزيع المساعدات الغذائية على المواطنين في إطالة تنفيذ القطة الاستعجالية التي قررت السلطات العمومية لدعم الفئة الهجة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد منع تفشي هذا الوباء عدد الأسر المستفيدة 320 أسر هذه المبادرة قابلة هذه الدولة في قضية تقسيم إسعافات ووصلونا مؤخرا ونحن مباشرة قسمناهم على المواطنين من أجل مؤازرتهم في ذو المشاكل إذا هم والمواطنين الحمد لله شفتوهم إذا هم مستجمين ومرتاحين هذا التقسيم لأنه عدل بشفافية وصدق بجماعات البلدية بجميع الضياف هذا ويبلغ عدد الأسر المستفيدة على مستوى بردية بولنوار 320 أسرة من الفئات الهشة والضعيفة هذه المساعدة هميتها زينة حتى وجاءتنا في الوقت المناسب زين ذا العدد البلدية زين ما شاء الله ورأي شاء الله هذا كامل إلينا عدل إذا مستفيدة عدل يسل لكنا من الأمراض ويجعل بلادنا من خير البلاد ويجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد وتشمل هذه المواد المقدمة كميات من الأرز والزيوت ومواد للنظافة والتعقيم شمل إعلان حضر التجوال التجوال عديد الإجراءات كعلق الحدود وتوقيف الرحلات الجوية وإغلاق الأسواق وغيرها وقد تبين ترى المواطنين حول جدوائية هذه الإجراءات بين مثمن لها ولا مبال بالتعليمات الواردة في سياقها سبيلا لمكافحة جائحة كورونا جاءت الإجراءات الاحترازية من قبل السلطات العليا للبلد والتي شملت حضر التجوال وإغلاق الأسواق ووقف جميع الرحلات الدولية بغية ضمان عدم انتشار الفيروس في البلاد إلا أن تعاضي بعض المواطنين مع هذه الإجراءات لم يكن على المستوى المرجو فنشاهد تجمعات على الرصيف ولقاءات جانبية مع عدم مراعاة مسافات الأمان التي تغصي بها الجهات الصحية مرض خطير وتفو بيه وانتشار طريقة لانتشار بيها تفو بيها انتشار اللي يعدل في العالم لو عنه عدله موريتان ما عودوا قاعدين مننا قاعدين ولا في المرقاج قاعد مع أبوه ولا أخوه ولا أمو معنا ناس يالت اللي قاتل الدولة عدتوا لام مصلحتها هي الدولة لا هي الشعب معنا ناس الشعب نين يعدل رلين قالوا ما عملنا ما عودوا قاعدين عنده مشكلة صحة نحن وصحة المواطن كاملة نتعاون عليها كاملين اسمع إذاك هو الصالح إذاك هو الزين الحمد لله نحن بلاقاء لا ما هو متين حتى فينا يقر يالتنا نتعاونوا كاملين لي الصحة وإذا الحال الحفاظ على أسباب السلامة في طل الظرفية يرى هنا خيار لا بديل عنه ولا مناصة منه من المنظور الديني والأخلاقي والاجتماعي نحن قال مجتمع بدوي والسلام عندنا يقول لحد ما نمسك تقول لك المهم من السلام وياسر من الروايات ما نفاهم من ذلك لأننا ما فهمنا خطورته ولا فهمنا من يالتنا لذلك قارة الدولة بأن تعرف ذلك وذلك قالوا لطباء وذلك قالوا العلماء نمتثلوه يمتاز فيروس كورونا بسرعة الانتشار ما يستوجب تضافر الجهود وصولا إلى نسبة وعي يكون فيها المواطن سندا للجهات العمومية في وجه جائحة أربكت العالم وأرحقت أكثر منظوماته الصحية تطورا وتقدما منذ الإعلان عن أول إصابة في بلادنا بوباء كورونا خصصت بزارة الصحة الرقم الأخضر 1155 للمواطنين اللاغبين في الإبلاغ والاستفسار عن أي طريق إلا أن القائمين على هذا الخط يشكون تصرفات غير مسؤولة تطبع أحيانا تعامل بعض المواطنين مع القائمين على هذه الخدمة على طريق احتواء فيروس كورونا جاءت الإجراءات الوقائية في موريتانيا متلائمة مع خطورة الجائحة وخطة الحكومة الرامية لتقريب الخدمة العمومية فكانت تثقيف الصحي للمواطنين من أهم الخطوات المتخذة بهذه الظروف الصعبة عبر استحداث مركز للاتصالات المعروف بالرقم الأخضر 1155 بهدف الإجابة عن كافة الاستفسارات والملاحظات حول وباء كورونا مركز الاتصال هذا عشر خلصة نفسين مركز مهم استعدادة وزارة الصحة لتقريب الخدمة من المواطنين يتصل على المواطنين يأكي يبلغوا عن حالة مشتبهين فيها والله يأكي يقبلوا معلومات حول هذا الفيروس الكيفية الوقاية منه ذلك الاتصالات اللي جاءت يتأخذ هو في ملك الجراءات اللازمين يعد رقاج يدور وبالنفسه لكيفية الوقاية لها تنشرح لكيفية الوقاية والله عنده مشكلة لها ينحال شوال مسؤول الجهوي اللي مسؤول عن ذلك المقلوب اللي هو فيها عليكم السلام برحمة الله تفضلوا غياب حسي المسؤولية عن البعض واستخفاف البعض الآخر بتداعيات كوفيد 19 يجعل عمل المركز من الصعوبة بما كان هذا إذا علمنا بأن أكثر من نصف الاتصالات الواردة يومياً يصنف بالمزعج ما قد يؤثر على عمل الطاقم وبالتالي استفادة المواطنين من هذه الخدمة أعلن نجبرو ياسر من الإزعاج من المواطنين وفي نفس الوقت مولين نجبرو مواطنين أخرين يمتيفون على ذلك اللي واحدين فيه يشكرونه وبالنسبة لذلك الناس اللي يزعجوا ياسرين فعلاً قدوا وقدرونهم بنصف الناس اللي تلفنين يومياً وناص حين المواطني كامرين اللي يتصلون بهدف الإزعاج على أنهم يحاولوا يتعاونوا معنا على أنهم لا تلوي تلفنون ما هو القرض وضروري في زمن الكورونا بضغطة زر اتصال قد تنقذ حياة أو تهلكها ويبقى الوعي والالتزام هما الفيصل بمجابهة هذه الجائحة على مدار الساعة يتواصل العمل بمركز الاتصال بمصلحة التثقيف الصحي المعروف اختصاراً بـ 11.55 وذلك بهدف مساعدة المواطنين باستقبال اتصالاتهم حول جائحة كورونا إلا أن غياب المسؤولية عن البعض قد يؤدي إلى تقويض جميع الجهود المبلولة ما يستدعي روحاً وطنية تصدياً لكوفيد-19 متالي الصادق قناة الموريتانية تطبيقاً للإجراءات الاحترازية ضد كوفيد-19 وحفاظاً على صحة عامة في ظل أزمة كورونا خصصت السلطات العلية مقراً جديداً لإفراغ حمولة الشاحنات المغربية برباط البحر شمال مدينة واكشود وقد أصبحت هذه النقطة موقفاً للشاحنات المحملة بالخضروات وبعض المواد الغذائية الأخرى القادمة من المملكة المغربية لتفريغ حمولتها في هذا المكان الواقع شمال العاصمة واكشود تتم عملية إفراغ حمولة الشاحنات القادمة من المملكة المغربية هذه الشاحنات المحملة بالخضروات وبعض المواد الغذائية جاء قرار إفراغ حمولتها خارج السوق واكشوط كخطوة احترازية من أجل السلامة العامة في زمن الكورونا خطوة أشهد بها التجار رغم ما يجدون فيها من تكاليف مادية زيادة على عهدها السابق إلا أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار هذه الإجراءة الحقيقة جيدة بالوقعات وخير من العلاج وانا شاكر عليه بهالي أساسي وإن كان فيه تكلفة علينا احنا التجار من اللي كان دبش يجينا ما نحط هون سبب أن جهدين ندوب لنا علينا إنخوه هون وإنخوه مولي عند البلدة وإديرهم مولي عنه يتعطى ولكن لغير العمر مخلوف شاكر عليه القائمين عليه كاملين سائق الشاحنات المغربية أعربوا عن ارتياحهم لسير العمل مثمنين جهود السلطات العليا للبلد في سبيل محاربة وباء كوفيد 19 إجراءات مزيانين إجراءاتهم ما يدوك كلناس ما لدينا مشكلة مزيانة مزيانة والسوق دبلي التلالة مزيانة يعني من ناحية النظف وكل شيء وكنت من نواة السوقي بقديمة العاملون في هذا المجال بدورهم أكدوا على أهمية هذه العملية سبيلا للمحافظة على صحتهم وصحة المواطنين هي إذن خطوة ضمن خطوات عديدة قامت بها بلادنا في مكافحة كورونا هنا في منطقة رباط البحر الواقع الشمال العاصمة نواكشوت تتواجد الشاحنات المحملة بالخضروات لتفرغ حملتها إجراءات احترازية تخذت لصالح الجميع من أجل الوقاية من تفشي فيروسي كورونا في البلاد الشيخ أحميدي لقناة الموريتانية نواكشوت شكرا للشيخ وبذلكم تتكامل عناصر هذه النشرة إلى التذكير بالعناوين في طاردة على تويتر الرئيس الجمهوري يهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة تعافي المواطنين من الإصابة بفيروسي كورونا ويعزي أسر ضحايا الفيروس في الداخل والخارج